بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم مهندس ابراهيم وان شاء الله اليوم في درس جديد من سلسلة الفوتوشوب المعماري سنتعلم فيها مع بعض كيف نعمل إظهار لمشروعنا بطريقة الايزومتريك بلان كما نرى أمامنا طبعا ممكن الفكرة هي تكون شائعة أكثر في مشاريع المعمارية أكثر من مشاريع التصميم الداخلي أكون مصميم فيلا مثلا أو مدرسة فرضا وحب أبين التفاصيل الداخلية لمشروعي فممكن ألجأ للطريقة هذه لكن مثل ما نحن متعودين نحن حاليا هنا نشرح الفكرة الأسسية للمشروع وبعدها نحن نطبقها على مشاريعنا حسب ما نرى مناسب في البداية لدي الصورة 3D للغرفة التي نطبع عليها الدرس لا يهمني أنه من أي برنامج صدرت الصورة هذه طبعا هي صدرتها من الماكس لأنه بإمكاني أوصل نتيجة هذه بأي برنامج 3D سواء سكتش أب ريبيت أو ماكس مثلا لكن الأهم حاليا كيف نتعامل مع البلان عندنا في المشروع سحبنا البلان على المشروع وأول خطوة رح أعملها أحول البلان لسمارت أوبجيكت ليش؟ لأنه فرضا أنا ما حولت البلان لسمارت أوبجيكت وجيت ضغط كنترل تي وتحكمت في الزوايا عندي مثلا ضغط انتر وبعدها لقيت أنه النتيجة مش مناسبة رح أضغط كنترل تي مرة ثانية بلاحظ أنه النسب للجسم ضربت ما حفضل عليها لذلك رح نحذف اللير هذا و رح نجل اللير اللي رح نشتغل عليه رح نضغط على الزر اليمين كونفيرت سمارت أوبجيكت وبعدها نبدأ كنترل تي ونسحب الزوايا للمشروع بحيث نطابق الزوايا للثري دي طبعا أساس أوصل للنتيجة هاي رح أضغط كنترل على من الكيبورد بتلاحظوا أنه شكل الكيرسر بتغير عندي وبنسحب الزوايا هاي كمان وبنسحب الزوايا هاي كمان وبعدها نضغط انتر فرضا انا لاحظ انه المشروع مش مطابق مية المية لهيك برجع بضغط كنترل تي مرة تانية منلاحظ ان الاسمارت اوبجيكت حافظت لي على النسب الخاصة في البلان برجع بعدل المشروع متل ما انا شايف مناسب و بس انتهي بضغط انتر او اشارة الصحونة وهيك منكون طبقنا البلان على الثري دي موديل او ثري دي رندر رح ارفع البلان للأعلى اضغط shift عشان احافظ على الاستقامة حافظنا على الاستقامة و رح اضغط double click على layer للبلان و اغير لونه طبعا color overlay و اختار normal و اختار اللون اللي احبه هيك منكون خلصنا الخطوة الاهم من مشروعنا لو بدنا نضيف الخطوط المتقطع مثل ما شفنا حاليا عنا بجعل المشروع بضيف layer جديد و رح نتعامل اليوم مع اداة pin tool بمجرد مجيت على الزاوية هاي مع نقر shift للأعلى على الزاوية هاي عشان احصل على الاستقامة 100% حتى لو انا ما ضغطت هون ضغط للخارج و انا ضغط shift بحصل على الاستقامة عمودية حاليا اعطاني خط بس الخط مش بزل الخصائص اللي بدي اياها لو جينا اطلعنا هون على خصائص pin tool رح تلاحظوا اني انا مختار shape وفي الفل ما بدي لون وفي الاستروك معطينا هون لون خمري انا اللون خمري بدي اغيره بضغط عليه وباختار اي لون الموجود هون او بجي بعمل pick للون هذا اوكي وبجي بتحكم في قيمة الخط عندي بحدد القيم بضغط enter وعشان اعمل خط متقطع بضغط هون وبختار الامر خط متقطع وممكن ازود شوية في قيمة thickness للخط وضغط enter بنلاحظ انه اعطاني الخط مثل ما بدي رح اسحب الخط مع الضغط على زر alt للزاوية الثانية ونفس الشي للمنطقة هاي ونفس الشي للزاوية الرابع للمشروع بس ممكن الاحظ انه الخط هذا ما بدي يبين وراء البلان عساس ما يعمل التشويش بضغط ctrl t وباسحب للأسفل مع النقر shift وبضغط enter بعدها هيك بكون خلص البلان وممكن كخطوة اخيرة نكتب التكست هون سريد اعزمتلك البلان وهيك بنكون وصلنا نتيجة اللي بدنا اياها بطمانا يكون الدرس مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة